تأسست مدينة فاس المغربية في القرن الثامن وعرف عصرها الذهبي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تحت حكم الميرانيين وعلى الرغم من نقل مركز العاصمة إلى الرباط في العام 1912 حفظت فاس على موقعها كعاصمة ثقافية وروحية للبلاد يأتينا من فاس ومن المغرب الصحفي والفنان التشكيلي والناقد سعيد العفاسي أهلا بك سعيد معنا رمضان مبارك وكل عام وأنت بخير تأتينا من هذا المكان المذهل أود لو تحدثني عن رمضان المميز كما يبدو بالطبع في هذا المكان أشكر لك الاهتمام أنا سعيد جدا لأنكم بدأتم بالبرنامج بصورة لدريح سيد أحمد تجاني وهو قريب لبيتي بأربعة أمطار بمعنى أنني تربيت في هذا المكان والآن أحس بالحنين وكأنني هنا بالفعل طبعا رمضان بفاس لا يقاس مع باقي المدن ليس استكثارا ولا جرأة على المدينة لكنها عاشت تنوعا ثقافيا مختلفا على باقي المدن عاشوا فيها الأمازيغ البربر الريف الشلوح البرتغاليين الفرنسيين اليهود كل الأصناف أنها كانت تمر من فاس تترك بصمتها ثم تهاجر لكي تخلق ذاتها في مدينة أخرى فالتنوع الثقافي بفاس خلق من فاس شخصية قوية وشخصية عبور وفي نفس الوقت شخصية إقامة تماما يعني مستشعر من كلامك هذا الكم الثقافي في هذا المكان لذلك أود السؤال هل هم الأشخاص أم هو المكان أم الاثنين معا لا يمكن لأحد أن يستقيم بينه الآخر فالشخص هو الذي فعل في البنيان والبنيان هو الذي أثر بحضارته في الإنسان عندما نتحدث عن رد الاعتبار إلى فاس كما يقال الآن أعتقد بأنه يجب رد الاعتبار إلى الإنسان قبل رد الاعتبار إلى البنيان لأنه إذا ردنا الاعتبار إلى الإنسان هو الذي سيتفاعل مع العمران سيتفاعل من البنيان وسيحافظ على هذا البناء التي تستمر ويشاهدها الأجيال القادمة التي ربما لا نعرفها ولا ندري كيف ستعيش لكننا سنعطي هذه الأمانة بمحافظة عليها نعم في هذا المكان الخاص جدا يعني ليس فقط في الشهر الفضيل في شهر رمضان نرى هذا الكم الحافل يعني من النشاطات يعني فاس تعوج طوال الوقت في النشاطات الثقافية وأنت يعني تركت هذا البلد وجلبك الحب إلى هنا لتستقر داخل الخط الأخضر يعني سعيد تضحية هو قدر أنا كنت أعتقد خاطئا بأنني كنت أسكن فاس ففي الأخير اكتشفت بأن هي التي تسكنني أنا لم أغادرها وهي لم تغادرني هي دائما في وجداني لا أنسى فضلها علي تربية فيها بفاس تعلمك كيف تدمج الاندماج كيف تخلق شخصية مستقلة تمتاحه من المكونات الثقافية الأخرى لكي تعطيك شحنات ثقافية فكرية فلسفية حتى تتعايش مع مختلف النسيج المجتمعي سواء بالداخل أو بالخارج فقدر كان أنني تزوج من فنانة تشكيلية عقل من كفرقر وقررنا أن نسكن هنا وكانت هنا الحكاية من البداية أنت تحدثت عن فاس بأنها تسكن في الوجدان وأنت أحضرت فاس إلينا الآن في الأستوديو وفي الملتقى الثقافي لكن لابد أيضا لي من أن أسأل بطبيعة عملك الدؤوب والمستمر في كل مجال الفن التشكيلي والكتابة وإصدار الكتب لكن هنا في المجتمع العربي شح في الميزانيات والنقيد تماما لربما من فاس لا أعلم ما هي المقارنة الأنسب لكن كيف تتدبر هذه المسألة؟ وليس الشح في الإمكانيات هو شح حتى في مفهوم القراءة أصبحنا نعيش أو الإنسان أصبح يعيش في هذا الزمن بدون قراءة بدون تواصل مع المكتوب حتى وإن قرأ فإنه يقرأ العبارة التي يريد أن يقرأها بس لا يدخل إلى العمق ولا يتعمق في المعنى يقرأ سطحيا ثم يخرج وهذا خلق نوع من تنافر داخل الدات أي إنسان نحن نريد منه أن نكون لإنسان القارئ أنهم القارئ المتدبر المتأمن لما يقرأ ليس كل قراءة قراءة فهذا الشيء أنا لا أرجعه إلى الإمكانيات الإمكانيات ممكن أعتقد لو لا الفقراء لضع العلم فالإمكانيات ممكن تأتي مع الوقت لكن الإمكانيات المعرفية لإمكانية القراءة أتيا رفقة الكتاب صحبة الكتاب هذا شيء ضروري لكي نطهر دواتنا من الشوائب التي ممكن أن تخلق بعض الطفيليات الغير المستحبة ولكل تجربته المستقلة والمختلفة في القراءة الفنان التشكيلي والناقد المغربي سعيد العفاسي العفاسي شكرا جزيلا لك شكرا لك